النهاردة المفروض الفريق كان وصل على فكرة يمكن فجر اليوم بعد مبارح ما أدى مناسك العمرة أو أدوا مناسك العمرة في الحرم وفي مكة وكان يوم طويل وكان فيه تدريب صباح مبارح للفريق فالنهاردة كولر فضل يمنح الفريق أجازة وراحة سلبية طبعا المباراة يوم الثلاث فبكرة ما فيش غير تدريب وحيد فقط تتدرب تدريب خفيف تختار قيمة المباراة تسافر على طول على برج العرب عشان تدخل معسقر استعدادا للقاء المصر طبعا كلنا عارفين فيه غيابات في هذه المباراة غياب كهرباء غياب حسين الشحات إن شاء الله بإذن الله تكون بداية انطلاقة للمهاجمة الفرنسي أنتوني مودست نشوفه بإذن الله في لقاء النادي المصر وتكون بداية المشاركة ليه مع النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاء ولكن هننتظر بكرة لما نشوف كولر هيبدأ يختار تشكلته وقايمته إزاي لمطش المصر كان فيه كلامي أن علي معلول تعرض لإجهات بعد لقاء اتحاد العاصمة هل هيبقى جاهز مش جاهز نتمنى يا رب بإذن الله يكون كل الفريق جاهز خلال الفترة اللي جاي طيب النهاردة يمكن السوشيال ميديا يمكن نقلت كده تصريحات مهمة جدا لمارسل كولر المدير الفاني للنادي الأهلي في حواره مع موقع ترانسفير ماركت موقع ترانسفير ماركت جماعة مش موقع رسمي عشان برضو الناس بيختلط على الأمر بتفتكر ترانسفير ماركت اللي قدامكم على الشاشة ده موقع ليه علاقة بالفيفا لا ده موقع لعلاقة بعدد من الإعلاميين والصحفيين في أوروبا هم ما عاملين موقع مهتم بالانتقالات والصفقات في كل دول العالم فالنهاردة خدوا مجموعة من التصريحات من كولر قال ايه الجماهير تحب النادي أكثر من أي شيء آخر هم متحمسون تماما لقد مررت بعدة مرات بتوقف سيارتي في وسط شارع مزدحم حتى يتمكن السائق من التقاط صورة معي ومع ذلك فإن المشجعون يطلبون الكثير أيضا يعني كل ما يشوفوا في أي حتة الصورة يا مستالكولر جماهير النادي الأهلي بتحب دايما بتتفعل مع أي حد منتمي للنادي الأهلي يتكلم وقال إن الجماهير بتعتبر جماهير الأهلي إن التعادل يسوي لهزيمة الجماهير لديها موقف وهو إن الأهلي يفوز في كل مباراة ولا يوجد شيء للنقاش حول ذلك تكسب وبس أعتقد أن العمل في نادي مثل هذا له جاذبية خاصة وأعتقد أننا لم نصل إلى نهاية الطريق بعد كان لقب دورة أبطال إفريقيا مهما للغاية بالنسبة للنادي الأهلي لأنهم خسروا المباراة النهائية في العام السابق أمام نفس الفريق وما زلت أربط أنها إياد بالكثير من المشاعر يمكن دي تصرحات سريعة كده لمرسل كولر على علاقته بجماهير النادي الأهلي تفاعل دمهيري النادي الأهلي معاه لما بتقابلوا في الشارع النقطة اللي عجبتني في تصرحات كولر على فكرة قال لك أن النادي دا لي جاذبية في فكرة الانتصارات والمكسب وأنا متفاعل مع هذه الأمور عشان أحقق المزيد من الانتصارات فمدربيني يقول لك إيه دي ضغوط وأنا ما عدرش هتعامل مع الضغوط دي لكن أنا عجبني كولر أنه شايف المسألة دي أو الفكرة دي قد تكون ضغوط ولكنها بتصير إعجابه من أجل تحقي المزيد من الانتصارات والبطولات موسم طويل عريضة هم عاك يا كولر تقدر تعمل فيه اللي أنت عايزه وأعتقد مطش الاتحاد العاصمة يمكن أنت أكتر الناس اللي ممكن تستفيد من المباراة دي عشان نتخطى عقبة الخسارة لأن بالتأكيد الفريق راجع من انتصارات عديدة بطولات مميزة العام الماضي موسم تاريخي فكان بالتأكيد ممكن لو فيه ثقة زيدة عند بعض اللاعبين محتاجين درس قوزة ده عشان نقدر نتخطى هذه المرحلة نفس الأمر ده تقرر العام الماضي مع مباراة سانداونز كنت ماشي مقصر الدنيا جات مطش سانداونز أو جات نتيجة مباراة سانداونز كانت فرصة عشان الكل يفوق إن احنا محتاجين نركز أكتر نغير استراجية طريقة لعبنا شوية ممكن لو لنا أفقار معينة ممكن نغيرها وفي النهاية نجح الأهل مع كولر إن يحقق كل شيء لعل وعصى يا رب مطش التحاد العاصمة ده ممكن يكون يعني فرصة اللي احنا نقدر نحقق المزيد خلال الفترة اللي جاي